السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي أصل في قناة اتعلم انجلش اونلاين أعزائي طلب الطالبات الصافي التاني الإعداد أهلا بيكو في حلقة جديدة من ركن المناهج التعليمية مع عامل صابرين وتعلم انجلش اونلاين وحشتوني اتأخرت عليكم كام يوم بس مش كتير ما كملناش أسبوع أصلا أنا بقرأ تعليقاتكم كلها عايزين المنهج جميس خلاص ينزلي احنا متأخرين احنا مش متأخرين ولا حاجة بالعكس احنا لسه قدامنا أنا لما بتأخر كام يوم بيبقى غصب عني أولا التصوير بيبقى محتاج مجهود جامل المونتاج الفوتوشوب حاجات كتير جدا بتبقى في التصوير يعني مش هما كلمتين اللي بقولهم دولوا خلاص بالعكس أنا بقعد ساعات عشان أتجهز الفيديو وبيقعد ساعات عشان ينزل فبياخد مجهود جامل أنا طبعا عندي شغلي وعندي بيتي وأولادي وعندي حاجات كتير جدا شغلاني فربنا عليم أنا بوفر لكم وقت قد إيه فصدقوني غصب عني لما بتأخر كام يوم بس انتم ما شاء الله عليكم يعني تبقوا عايزين مجرد ما نزل الفيديو يلا نزلي لبعده فهو مش سهل كده يا جماعة والله هو مرهق ومتعب جدا ومحتاج مجهود وساعات كتير فأنا عشان أوفرها ربنا عليم أنا ببزل مجهود قد إيه عشان أوفرها فما حدش يزعل مني لما تأخر كام يوم عشان أنزل الفيديو اللي بعده المهم ان احنا في الآخر النتيجة النهائية إن احنا بنخلص المنهج قبل ما عيده وبنراجع كمان قبل الامتحان والحمد لله الحاجات اللي احنا بنجيبها بيجي منها الامتحان فما تقلقوش مش عايزاكوا تقلقوا خالص القلق والرعب اللي انتم مسببنوا لي ده وعايشين فيه أنا مش عايزاكوا يعني تشغلوا نفسكوا بيه قوي لأن إن شاء الله معنا وقتنا لسه بدري وهنراجع وهنخلص ومش عايزة قلق خالص يلا بقى بينا نتوكل على الله ونبدأ الدرس عندنا النهاردة بارت 2 من يونت 9 هنخلص يونت 9 النهاردة احنا المرة اللي فاتت شرحنا الأساسيات أو الدرس الأساسي بتاع يونت 9 الجرامر الأساسي فيها وكمان خدنا الريدينج بلسن 1 و2 النهاردة إن شاء الله هناخد بعض الحاجات الصغيرة اللي هنكمل بيها هي الفضلة في اليونت عشان يبقى خلصنا كل الجرامر بتاع اليونت وهنخلص كمان الريدينج بتاع لسن 3 و4 و5 و6 لو في عندي مثلا لعين أسد وعندي سام جوت بعض الأغنام أو الماعز الأسد بالنسبة للأغنام ده إيه ده مرعب فهنا إما أجي أوصف الأسد أقول عليه أنه هو مرعب لأنه هو بيسبب الرعب للأغنام الشخص اللي يسبب الصفة ده دايما لما حط له صفة أحط أخيرها ING يبقى المسبب للصفة دايما بحط له ING في الآخر لأنه هو اللي بيسبب الصفة دي يعني الأسد هيسبب الرعب للأغنام فبالتالي هقول عليه أنه هو مرعب أما الأغنان بقى أو الماعز اللي هي مرعوبة اللي هي عندها الشعور بالصفة وليس بتسببه ده هي بالعكس هي بتشعر بي الشيء أو الشخص اللي بيشعر بالصفة ده هحط له ED في نهاية الصفة فهقولها عليها يعني مرعوبة يبقى أنا عندي النهاردة درس النهاردة هو الصفات اللي بنحط أخيرها ED أو ING إمت حط الصفة ED وإمت حط ING بحط ING للصفة لما يكون الشخص ده اللي بوصفه هو مسبب للصفة نفسها يعني الأسد هنا هو اللي بيسبب الرعب للأغنام فمدام هو المسبب فبالتالي هحط للصفة ING هوصفه الصفة اللي هوصفه بيها لازم يكون فيها ING فهيبقى frightening أما بحط ED للشخص أو الشيء اللي بيشعر بالصفة دي زي الأغنام هي بتشعر بالرعب من الأسد فبالتالي هحط لها ED هقول عليها frightened لأنها بتشعر بالصفة وده الفرق بين الاتنين يبقى عندي بعض الصفات بنحط لها ED وبعضها بنحط لها ING نفس الصفة أحيانا بحط لها ING وأحيانا بحط لها ED إمت حط ING وإمت حط ED بحط ING لما يكون الشخص اللي بوصفه ده هو اللي بيسبب الصفة أما بحط ED لما يكون الشخص اللي بوصفه ده هو بيشعر بالصفة تعالوا بقى نشوف المثال ده يبقى الادجكتف اللي هي الصفة بحط لها ED في حالة واحدة لما يكون ده بوصف الشخص الـ A الذي يشعر بالصفة أما الـ ING يبقى الـ ED ده هنا لما يوصف إيه الشخص أو الشيء ممكن نوصف شخص أو شيء الشخص أو الشيء الذي يشعر بالصفة يعني إنه يجي وصف الرعب الشخص اللي بيشعر بالرعب بحط له ED فيبقى فهيبقى هحط له ED الشخص اللي بيتفاجئ أو بيشعر بالمفاجئة هقول عليه هحط له ED أما بقى بحط الـ ING لإيه؟ للشخص أو الشيء اللي بيسبب الصفة الشخص أو الشيء الذي يسبب الصفة أو المسبب بالصفة فتعالوا بقى نشوف هنا مثال عملي بنقول The boys are wearing masks The boys الأولاد are wearing masks لابسين ماسكات بتخوف masks In front of the girls قدام البنات يبقى في أولاد The boys لابسين masks ووقفين قدام الـ girls تمام؟ طيب اللي بيسبب بقى الرعب الـ boys ولا الـ girls الـ boys الـ boys هما اللابسين masks فبيرعبوا البنات يبقى الـ boys دول هقول عليهم إيه؟ هقول عليهم frightening هحط لهم I-N-G لأن هم اللي مسببين للصفة أما الـ girls اللي حاسين بالرعب من منظر الـ boys دول اللي بيشعروا بالرعب اللي بيشعروا بالصفة هقول عليهم إيه؟ هقول عليهم frightened هحط لهم E-D لأن هم اللي بيشعروا بالصفة هنقول the boys are frightening حطيت هنا I-N-G ليه؟ لأن أنا بوصف الـ boys الـ boys هنا هما اللي frightening لأن هما اللي لابسين الماسكس وهما اللي بيخوفوا البنات فهما هيبقوا مرعبين بيرعبوا البنات فعشان هما مسببين للرعب حط لهم I-N-G and the girls are frightened حط لها E-D لما جيت أوصف الـ girls البنات حطيت للصفة E-D لأن البنات هما اللي بيشعروا بالرعب من الأولاد اللي لابسين الماسكس فيبقوا البنات دول بيشعروا بالصفة فبالتالي هحط لهم E-D وده الفرق بين الاتنين يبقى ما يجيبها لي في تشوز وبيجيب لي صفة فيها I-N-G وصفة فيها E-D هاخترها بناء على إيه؟ هشوف بقى الصفة دي بتوصف إيه؟ اللي قبل الأقواص ده هو اللي بيسبب الصفة ولا هو اللي بيشعر بيها؟ لو هو المسبب ليها بختار الصفة اللي بيها I-N-G أما لو هو اللي بيشعر بيها بختار الصفة اللي فيها E-D دلوقتي بقى هناخد الفرق بين كلمتين زي إيه؟ إم تحط قبل الآلات الموسيقية ده وإم تحط قبلها A أو N؟ الآلات الموسيقية لما أجي أستخدمها أو أتكلم في جملة معينة أو سنتنز معينة عن آلة موسيقية السنتنز دي بتوصف أني أنا بعز في الآلة الموسيقية دي أو بتعلمها أو بسمعها في الحالة دي بحط قبل الآلة الموسيقية دي ذا أما لو بتكلم عن الآلة الموسيقية بواجه عام يعني أشتريت آلة موسيقية شفتها في محل لكن الجملة ما بتتكلمش عن عصف الآلة دي أو التعلم منها أو الاستماع لها في الحالة دي بحط قبلها A أو أنا على حسب بتبدأ بأنهي صوت زي إيه؟ تعالوا نشوف She's able to play the piano very well أنا هنا قلت إيه؟ able to play هي تقدر تعز في البيانو كويس يبقى أنا هنا بتكلم عن الألة الموسيقية البيانو بتكلم عنها إيه؟ بتكلم عن عصفها العصف فما دان الجملة هنا بنقصد بيها العصف أو بتوصف عصف البيانو فبالتالي هحط قبلها ده أما بقى هنا بنقول My friend bought me a piano صديقي اشترى لي بيانو أنا ما جبتش في الجملة سيرة العصف على البيانو ولا جبت سيرة تعلم البيانو أو الاستماع ليه أنا بتكلم عن البيانو بواجه عام واحد صاحب يجابه لي أو واحد صاحبتي جابت هاي وها جابت هولي يبقى في الحالة دي بحط قبلها أي وآن يبقى الجملة لما أقصد فيها أو أذكر فيها إن البيانو ده بيتعزف سواء بقى بيانو أو violent أو أي حاجة يعني لما أذكر فيها إن البيانو ده بيتعزف أو بسمع له أو بتعلمه في الحالة دي بحط قبله ده أما لو الجملة بتكلم عن الآلة الموسيقية بواجه عام ما بتذكرش عصف ولا تعلم ولا استماع بحط قبلها أي أو آل وده الفرق يبقى الآلات الموسيقية إيه بتحط قبلها ده؟ ها لو الجملة بتوصف عصف الآلة الموسيقية دي أو جابت سيرة أو كلام عن العصف أو التعلم والاستماع للآلة دي أما لو الجملة ما تكلمتش عن عصف أو استماع وتعلم اتكلمت عن الآلة بواجه عام أنا اشتريت آلة أو شفت آلة في محل أو كده ما تكلمتش على عصفها خالص ما جيبش سيرة العصف أو الاستماع لها في الحالة دي بحط آ أو آن لو بدأت بصوت متحرك ده بالنسبة للآلات الموسيقية بعد كده عندي كلمتين عندي special وعندي private special وprivate لاتنين معناهم خاص أو خصوصي بس الفرق بينهم لما تكلم عن حاجة خاصة بفئة معينة من الناس بس هي مش ملكهم هي خاصة بيهم بس مش ملكهم زي ايه زي ما اقول مثلا المترو ده خاص بالسيدات هل المترو ده ملك الستات بفلوسهم اشتروا بفلوسهم لا المترو ده ملك الدولة ولكن خاص بالسيدات يعني محدش بينفع يركبه غير السيدات العربة دي خاصة بالسيدات فبالتالي هقول عليها special يبقى لما تكلم عن حاجة خاصة بفئة معينة ولكن ليست ملكهم الخاص يعني مش شارينها بفلوسهم بقول عليها special أما بقى لو هتكلم عن حاجة خاصة بيك شاريها بفلوسك هي ملكك ومعاك عقد بيها وشاريها بفلوسك هقول عليها private ده الفرق بين اتنين لو الحاجة دي المدرسة دي مثلا خاصة بالمتفوقين هل هي بفلوس المتفوقين مكوهم الخاص بياخدوا أرباحها لأ هي خاصة بيهم يعني إيه يعني بتعلم فئة المتفوقين بتخص فئة الفائقين فبالتالي هقول عليها special school أما بقى لو قلت المدرسة دي ملك فلان بتاعته شاريها بفلوسه فهتبقى إيه his private school مدرسته الخاصة يبقى لو الحاجة ملكه بفلوسه هقول عليها private دي ملكية خاصة دي بفلوسه أما لو الحاجة دي حاجة خاصة بفئة معينة من الناس يستخدموها أو يستعملوها ولكن ليست بفلوسهم بقول عليها special تعالوا بقى أمثلة he goes to a special school for the blind he goes to special school special school يعني مدرسة خاصة خاصة بمين for the blind بالمكفوفين يبقى المدرسة دي خاصة بالمكفوفين يعني بيلتحق بيها للمكفوفين وبتعلم فئة المكفوفين بس هل هي بفلوسهم ملقوهم الخاص لأ هي خاصة بتعلمهم بتعلمهم لكن هي ملك نستانية لكن هي special school للblind مدرسة مخصوصة للمكفوفين فالحالة دي ما ينفعش أقول private school لأن هم مشارينها بفلوسهم هقول عليها special school هي خاصة بفئة معينة بتقتصر على فئة معينة وهي المكفوفين يعني ما ينفعش أحط فيها ناس تانية غيرهم أما لو قلت هنا that's my private car that's my private car يعني العربية دي عربية الخاصة بتاعتي ملكي أنا اللي بستخدمها دي عربيتي مدام عربيتي الخاصة يعني بفلوسي هقول عليها private private وده الفرق بين special وprivate لاتنين خاص بس special دي خاصة بحد بفئة معينة ولكن ليست ملكية خاصة لهم مش ملكهم مش بفلوسهم أما private دي خاصة بحد بفلوسه وملكه وهو اللي بيتصرف أو يتعامل بيها براحته دي بتاعته ملكه بفلوسه بس خلاص ده الفرق بين الاتنين هناخد بقى حاجة صغيرة خالص وبعد كده هندخل على reading دلوقتي بقى هناخد او بعض التعبيرات بيجي بعضهم لإما ING لإما infinitive وده المهمة عندي امتى استخدمهم أو أول ما لقيهم باختر إيه بعضهم عندي number one ريكماند ريكماند يعني يوصي أو يرشح وده بيستخدم لما يجي رشح لك حاجة أو يوصيك بحاجة بقولك وبالحالة دي بعد ريكماند دايما يجي الورب آخر ING فعندي هنا ماقول أنا برشح لك زيارة برج القاهرة طبعا ريكماند ممكن يجي بعدين نون يعني اسم أو بس أنا ما عنديش هنا نون يعني أنتو اللي عندكو إن هو بيجي بعديه فهو ده المطلوب منكم فعندي لو لقيت الورب ريكماند معنى يوصي دايما هستخدم بعديه الورب اللي آخره ING يبقى ريكماند بنستخدمه عشان نعبر عن ترشحنا لحاجة معينة أو توصيطنا بعمل حاجة معينة لما يجي أرشح لحد إن هو يعمل حاجة أو أوصيب حاجة معينة وبعد الورب ريكماند دايما الورب يجي آخره ING هنا في حالة لو أنا بأدعوك لحاجة بقولك تحب تلعب يلا تيجي نلعب تنس أو تحب نلعب تنس فأنا بأدعوك لفعل شيء معين فبستخدم WOULD YOU LIKE وبعد WOULD YOU LIKE TO دايما نيجي الورب في INFINITIVE هيبقى WOULD YOU LIKE TO بيجي بعدها دايما INFINITIVE أنا هنا قلت PLAY ما قلتش PLAYING ما قلتش PLAYED حطت الورب في INFINITIVE يبقى أول برضو ما نلاقي WOULD YOU LIKE TO وإحنا خدناها قبل كده برضو هنبقى إحنا عارفين خلاص إن هي بيجي دايما بعدها الورب في INFINITIVE بس أنا قلت أأكد عليها لأنها موجودة عندكم هنا بعرض عرض بعرض عليك إن أنا أجيب لك بعض العصير أو أحضر لك بعض العصير يبقى في حالة العرض بأستخدم SHALL I وبرضو بيجي بعدها INFINITIVE يبقى برضو SHALL I FOLLOWED BY INFINITIVE قلت COULD YOU GET ME SOME WATER COULD YOU GET ME SOME WATER هل ممكن تجيب لي شوية مية هنا بقى الطلب في حالة الطلب باستخدم COULD YOU وبجيب بعدها الورب برضو في ال INFINITIVE قلت GET طب ليه لأن SHALL و COULD دول model verbs والmodel verbs دايما يجي بعدهم الورب في ال INFINITIVE الأفعال النقصة يجي بعدها دايما الفعل في المصدر زي إيه كان COULD SHALL SHOULD MAY MIGHT WELL WOULD MUST كل دول بنحط بعضهم الورب في ال INFINITIVE عندي هنا WHAT TIME SHOULD I COME لما أسأل حد عن معلومة معينة يعني مثلا متى يجب أن أأتي هقول WHAT TIME SHOULD I COME فSHOULD برضو هنا موضي الورب فعشان كده أخذ بعدها الورب فين في ال INFINITIVE قلت COME ما حدطلاش أي إضافات يبقى كل دول بيجي بعدهم INFINITIVE EXCEPT RECOMEND RECOMEND FOLLOWED BY ING أما WOULD YOU LIKE TO احنا عارفين أن TO في الغالب بيجي بعدها INFINITIVE المودل فوربس كلها بيجي بعدها INFINITIVE اللي هي الأفعال النقصة فأنا عندي هنا SHALL و COD و SHOULD دول هيجي بعدهم INFINITIVE بس خلاص يبقى يبقى أحنا كده عارفنا RECOMEND FOLLOWED BY ING أما SHALL I دي بيجي بعدها إيه INFINITIVE WOULD YOU LIKE TO بيجي بعدها INFINITIVE SHOULD I بيجي بعدها INFINITIVE كده خلصنا كل ما يتعلق بليونت بعد كده accept الكلام ده بقى دي كلها قواعد accept كده بقى دي مجرد حفظ يعني مثلا لما يجي عبر عن رأيي أو وجهة نظري في حاجة معينة فهقول FROM MY POINT OF VIEW وده من وجهة نظري وبعدين باتكلم فدي حفظ مثلا إما أقول مثلا أتكلم عن حاجة مشهورة مثلا هقول Egypt is famous for casa ففاموس يعني مشهورة فكل ده حفظ كلمات لكن الجرامر أو القواعد احنا كده خلصناها كلها هندخل بقى على الكلمات والريدنج دلوقتي حالا ما هاختفي هتظهر شاشة الكمبيوتر هنقرأ الريدنج وناخد الكلمات بتاعة الفور لسنز اللي فاضلين عشان يبقى خلصنا اليونت كلها دلوقتي بقى هناخد كلمات لسن ثري لسن ثري بيكلم عن الميوزيكال انسترمانس ميوزيكال يعني موسيقي انسترمانس يعني آلات يبقى ميوزيكال انسترمانس يعني آلات موسيقية عندي هنا تشالو تشالو وهي آلة التشالو اللي موجودة في الصورة دي كلارنت كلارنت اللي هي الكلارنت فلوت فلوت اللي هي آلة الفلوت بيانو بيانو البيانو ترامبون 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 اللي هو الآلة دي اللي هو عمل زي البوك كده ترامبون اللي هو البوق اللي هو موجود في الصورة ده اللي هي الكمان دي الألات الموسيقية اللي موجودة في lesson number 3 الموسيقى العربية وعندي ممكن أقولها Arabic وده American وممكن أقولها Arabic وده British زي ما تحبوا الأسهل لك وقلوها البرتش بيقول عليها Arabic والأمريكان بيقول عليها Arabic Arabic music اللي هي الموسيقى العربية blind blind يعني أعمى classical يعني قديم أو كلاسيكي deaf deaf يعني أصم disabled يعني معاق الأس بننطقها زي الزد في الأمريكان بنقول disabled أما البرتش بينطقوها أسه عادي جدا فبيقوله disabled international international يعني عالمي أو دولي musician musician موسيقي orchestra orchestra يعني الأركستر public transport public يعني عام وtransport يعني مواصلات public transport يعني مواصلات العامة radio reporter radio اللي هو الرديو reporter اللي هو المرسل radio reporter اللي هو المرسل الإزاعي radio report radio report يعني تقرير إزاعي skill skill يعني مهارة special special يعني خاص أو مميز surprising surprising يعني مدهش أو مفاجئ كلمة listen for character character يعني شخصية cry cry يبكي أو يصرخ hide hide يخفي hug hug يعني يحضن أو يعنق لما تيجي تحضني أختك مثلا أو تيجي تحضن واحد صاحبك بنقول عليها hug newspaper newspaper يعني جريدة أو صحيفة painter painter يعني رسام proud proud يعني فخور relationship relationship يعني علاقة reply reply يعني يرد rival rival يعني منافس strange strange يعني غريب wonder wonder يعني يتعجب أو يتساءل additional vocabulary المفردات الإضافية all day all day طول اليوم pray 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 اللي هي طريقة pray للمكفوفين concert concert حفلة موسيقية France France فرنسا Frenchman Frenchman يعني يقول فرنسي imagine imagine يتخيل interview interview يعني مقابلة شخصية invent invent يعني يخترع object object يعني شيء man man يعني man person person يعني شخص recently recently يعني حديثا traffic light traffic light يعني إشارة مرور wheelchair wheelchair اللي هو كرسي متحرك بعقل this is number four behind behind يعني خلف أو وراء guess guess يخمن living room living room حجرة المعيشة story story قصة writer writer يعني كاتب ودي كده كانت كلمات listen three وfour عندنا درس reading هنا بيتكلم عن little women little women وممكن نقولها little women الاتنين صح ممكن نقولها little وممكن نطع American شوية ان انا اخلي الـ T كأنها D دي خفيفة فتبقى little 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 اللي هي سيدات صغيرة في الحجم لازل يعني قليل الحجم اللي كتبت القصة اسمها Louisa May Alcott كانت بتقول ايه بتحكي بتقول ميج باث ان امي فيه ثلاثة اسمهم ميج وباث وامي where sawing where sawing كانوا بيه خياته when جو كيم لما واحدة اسمها جو اللي هي الرابعة بتاعتهم came into the room جات ودخلت القوضة with a newspaper وكان في اديها جريدة she sat down and started to read it قعدت وبدأت تقرأ anything interesting اسكت ميج ميج سألت هلت فيه شيء شيء في القرنان يعني قالت لها او ان استوري جو replied قالت لها لا هي فقط مجرد قصة what what's it called اسكت بث بث سألت هالت لا طب اسمها ايه she wondered كان بتتساءل why جو was hiding behind the newspaper ليه جو كانت مختفية ورا a newspaper it's called the rival bintors said جو جو قالت لها اسمها rival bintors يعني الرسمين المتنفسين why don't you read that to us اسكت امي الثلاغ طب ليه ما تقرأ هلناش يلا اريها جو بدأت تقرأها بسرعة the girls listened carefully البنات كانوا بيسمعوا بحرص the story was very sad the story كانت حزينة جدا i liked it said mig mig قالت لها حبتها جدا at the end في النهاية she was crying a little كانت بتعيط a little يعني قليلا isn't it strange that the characters are called two of our favorite names قالت لها isn't it strange ده مش غريب that the characters in الشخصيات بتعك the story are called two of our favorite names بيسموا اتنين اسمين او اسمهم على اسمين مننا احنا اتنين او احنا كلنا من الاخوات يعني بث saw جو's face بث شافت وش جو جو who wrote the story she asked قالت لها مين اللي كتب القصة جو jumped up جو مطت وقالت لها threw the paper down رامة الجريدة and said your sister وقالت لها اختك you shouted ميج ميج صرخت وقالت لها انتي it's very good said امي قالت لها حلوة جدا امي قالت لها جميلة جدا i knew it i knew it عرفتها عرفتها oh i'm so proud انا فخورة جدا said بث بث قالت لها انا فخورة جدا hugging her sister وهي بتحضن اختها وده كان اول درس reading عندنا النهاردة هني جيبها الكلمات lesson five و six conversation conversation يعني محادثة event event يعني حدث information information يعني معلومات invitation invitation يعني دعوة offer offer يعني يعرض request request يعني يطلب وممكن تيجي اذا نون بمعنى طلب lesson number six action action يعني عمل او اداء actor actor ممثل actress actress ممثلة adventure fall adventure fall يعني فيلم مغامرة die die يعني يموت dinosaur dinosaur يعني dinosaur escape يعني يهرب fall review fall review يعني نقد الفيلم مقال نقدي يعني عن فيلم land يعني يهبط تيجي as a verb معنى يهبط لكن لو جاي ينون اسم بتبقى معنى ارض main main اساسي او رئيسي pilot pilot يعني طيار reviewer reviewer النقد اللي بيكتب المقال النقدي scary scary يعني مخيف scientist scientist يعني عالم theme park theme park يعني منتزه او مدينة طرفهية ماليه يعني additional vocabulary lesson number 5 sandwich sandwich يعني sandwich table tennis table tennis يعني تنس الطولة table tennis poles يعني كرات تنس الطولة lesson 6 amazing amazing رائع ومدهش boring boring ممل british british بريطاني dark dark مظلم enjoy enjoy يستمتع exciting exciting مسير guitar guitar يعني الگتار happen happen يعني يحدث horrible horrible يعني رهيب او مروع interesting interesting يعني شيق او مثير nearly nearly يعني تقريبا plastic plastic ليه مادة plastic recycle recycle يعني يعني يعيد تدوير او يعيد استخدام الحاجة مرة تانية school boy school boy يعني تلميذ في مدرسة stay stay يعني يقيم او يبقى summary summary ملخص tower tower يعني برج writer writer يعني كاتب park park يعني حديقة عامة دي لو جات as a noun ولو جات as a verb كفعل معناها يركن العربية او السيارة star star يعني نجمة نجمة السماء النجمة الموجودة في السماء اسمها star كمان النجمة السينمائي بنقول عليه star كمان النجمة اللي الميز بتعملها لنا في الكشكول بتاعنا بنقول عليها star view view ممكن تدي وجهة نظر وممكن تدي منظر منظر طبيعي ودي كده كانت كلمات lesson five و six هنيجي بقى على الدرس after reading وهو بعنوان a review of jorassic world يعني عبارة عن مقال نقدي ل jorassic world عالم jorassic ودا كان عبارة عن فيلم مغامرات والمقالة دي مقالة نقدية بتنقض الفيلم او بتتكلم عن الفيلم وبتاني review او تغطية للفيلم jorassic world is an adventure film jorassic world the island jorassic ده كان يعو عبارة عن adventure film فيلم مغامرات the stars of the film المقوم بتوع الفيلم كانوا are يعني كانوا chris pratt وي press dallas howard it's about a theme park وكان عبارة عن او بيكلم عن theme park حضقة ملايهي where scientists هناك كان العلماء هناك have helped the dinosaurs كانوا بيساعدوا the dinosaurs to live again عشان يعيشوا مرة تانية then some of the dinosaurs escape بعد كده واحد من الديناسورات دول escape what will happen اللي حصل بعد كده i thought the action was exciting اعتقد ان الaction كان exciting مصير and my favorite thing was the scary dinosaurs والحاجة المفضلة بالنسبة لي كانت the scary dinosaurs الديناسورات المخيفة they look very real كان ويبدو عليهم كأنهم حقيين بالضبط but in my opinion لكن من رأيي the story isn't very interesting or new ان القصة مش شيقة جدا او مش جديدة i recommend this film if you like exciting انا براشرح لكم الفيلم ده لو انتو بتحبوا الاصارة and scary films والافلام المرعبة او المخيفة but not if you want a good story لكن مش لو بتحبوا او مش لو عايزين قصة جيدة يعني هي قصة مش جيدة لكن فيها اصارة ومخيفة الناس اللي بتحب الاصارة او فيلام الرعب ممكن تفرج عليها لكن هي قصة هي مش جديدة ومش ريقة قوي يعني ف مش حاجة مش قصة جيدة ده كان النقد بتاع الفيلم ده وده كان اخر درس ريدينج عندنا في اليونت وبكده يبقى خلصنا كل يونت ناين نلتق ان شاء الله في يونت تن ترجمة نانسي قنقر